طبعاً كالعادة دائماً النازحين والمهجرين وأيضاً الموجودين سواء في دول الجوار أو في المحيط العالمي أو سواء في مناطق أخرى من النزوح دائماً يتم التلاعب في أصواتهم أو ألغاءها أو عدم السماع لهم بالمشاركة كل هذه الأمور أصبحت شيء طبيعي لدينا بدأنا لا ننصدم من هكذا قرارات غير مدروسة وحقيقة للأسف الشديد نعم أغفل مجلس النواب بطريقة كما ذكر ساد مقداد أنه من الصعوبة أجراء انتخابات الخارج من خلال هذا القيد المشدد الذي وضع به البطاقة البيومترية للإدلاع بالأصوات في خارج العراق على هذا الأساس نعتقد أن هناك إرادة أرادة تغييب هذه الأصوات لأسباب معينة أسباب نجهلها حقيقة بكل وضوح لكن هذا الموضوع المفروض المفوضية هي الجنيدة لم يكن إمكانية أسست لم يكن إمكانية فنية أو لوجستية أنه يطلعون بطاقة أتفق إذا تسمحني سيد عدنان هل من المعقول أن المفوضية هي ليست امتداد للمفوضيات التي استمرت منذ 2004 أو 2005 لحد الآن هذا عمل تراكمي ليست من فوضية جديدة بكل شيء فيها مجلس الفوضيين نعم بدل لكن هناك كثير من الخبرات الموجودة والكفاءات والشعب الفني الموجودة داخل الفوضية أعتقد كان من المفروض أن تستمر المفوضية في عملية التحديث البيومتري في مكاتب معينة خارج العراق وخصوصا في الدول التي بيها كثافة سكانية كانت تكون في تركيا في الأردن في إيران في أمريكا في بريطانيا في دول معينة في لبنان في كثير من هذه الدول رغم أننا نعلم أنه في الانتخابات الماضية هناك الكثير من الشائبات أو الأمور التي حثت في أصوات الخارج كانت هي أشبه بالكيلة الموجودة عند أكون عذرا للتشبيه لكن مثل الكثير